أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألماني مشيداً بعلاقات الصداقة الممتدة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعيد خلال الفترة الأخيرة جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس ألمانيا للتحادية فرانك شتاينمر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأزمة الأوكرانية فضلاً عن الأزمتين الليبية واليمنية وكذلك القضية الفلسطينية هذا وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تطلع مصر لتعميق وتعزيز العلاقات مع ألمانيا لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في ذل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية والفرصة الكبيرة حالياً للوجود في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال من جانبه رحب الرئيس الألماني بالرئيس السيسي في برلين معرباً عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي وباعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين مشيداً بالمشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها مؤكداً حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية وبدعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك كما أشاد الرئيس شتاين ماير بالدور المحوري الذي تطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث أكد الرئيس على الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وبتقوية مؤسساتها الوطنية